أنا النهاردة كنت بس ألواحد صديق يعني بيشجع أرسنل بيموت في أرسنل يعني فبقول له تفتكر أرسنل هيكمل كده ولا حلو البدايات فده نفس السؤال أسألو لكم أرسنل مكمل ينافس ولا ده حلو البدايات بص يا كريم في بداية البرباريشن بتاع السيزن أنا كنت عايز أشوف أرسنل أنا لسنو مشجع أرسنل لكن أنا كنت عايز أشوف عجبني الشغل اللي بتعمل من السيزن اللي فات لكن ما كانتش مكتمل اللي كانتش العناصر بتقدر الترجم لك ده موجودة وهم وجدوا ضلتهم في المراب في الجزء الأمامي في خصص مش بس في الجزء الأمامي ووجدوا ضلتهم في وليام صليبة في الخط الخلفي ووجدوا ضلتهم في الباكليفت في زيتشينكو فقدروا من خلال بعض التدعمات جوه الفريق إنه يبني على منظومة هو ما عملش منظومة جديدة يبني على المنظومة عشان يصلح عوار اللي حصل السيزن اللي فات كان عنده شكل قادر يعمله كان فيه حاجة فيه فكر في دماغه وقعيز يطبقه السيزن اللي فات ما قدرش يطبقه بنسبة 100% وجود الأسماء اللي أنا قلتها دي تحديدا سواء أزيتشانكو أو الاستخدام الجديد الزيادة اللي دايما يعمل على تشعكا دلوقتي خلينا أقول لك إن أرسنل السيزن الحالي إذا لم يفقد لاعبين على صعيد الإصابات الطويلة أو كان عنده مشاكل حصلت فجاية جوال تيم لأ أرسنل هيكمل فترة طويلة في السيزن ما قولكش إنه ياخد بريمير ليج لكن لازم أحيق أرتدت أحيق المجموعة دي المجموعة دي عاملين شغل عظيم جيزوس بالنسبة لي دلوقتي ما عرفش تتفي معي أو لا هو أفضل صفقة في البريمير ليج السيزن طبعا بدون منازعة دي اللي كان بالضبط دي نوعية المهاجم اللي كان محتاجها أرسنل سواء مع طبيعة اللعيبة اللي بيرعبه تحت المهاجم سواء بقى مارتينيلي أو سميث رول لما كان بيلعب ونفس الكلام أوديجارد وساكا أرسنل هيكمل أو لا لو قفل التلفزيون كده في الشامبينز ليج ووراها اليوروبا ليج وراكز في الدوري هيقدر يكمل لأن أرسنل معدوش سكواد ديبث في 3-4 مراكز في الملعب يعني حتة الأجنحة يعني بابي خلاص بيخلاص هيمشي من أرسنل قبل قفلس والانتقالات نفس الكلام بالنسبة للسونائي شاكا وبرتي اللي ليهم تاريخ برضو من التهور والكروط الحمرة والغيابات وحتى كمان الإصابات فالتنين دول خصويا كمان مع وجود كاس عالم والفرقتين بتوحهم منتخبينهم هيبوا موجودين في كاس العالم مع الشامبينز ليج اللي أرسنل مش متعود إنه هو يلعب بطولة في مستوى عالي جدا بقاله حوالي 3 أو 4 سنين فأنا شايف إن أرسنل لو حدد أهدافه من الموسم وقفل موضوع الشامبينز ليج والمنافسة الشامبينز ليج واليوروبا ليج وراجز في الدوري بس بالقايمة بتاعته بدون إصابات ترجمة نانسي قنقر